كل صاحب عمل لازم يكون عنده مهارة رئيسية هو اللي قيمة عليها البيزنس بتاعه بتكون عنده مهارة رئيسية وفي مجموعة من المهام الاخرى اللي غيره ممكن يعملها له بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا رامي عزت وانت بتتابعني على قناتي على اليوتيوب الفيديو النهاردة ان شاء الله بتكلم فيه عن هي المهارة الرئيسية اللي موجودة عندي انا في البيزنس ولازم تكون موجودة عندك انت في البيزنس مش شرط نفس المهارة لكن الفكرة هي تكون مهارة واحدة وانت عارف حتى لو انت بتقوم بكل المهام بس لازم تبقى عارف مع الوقت ان في مجموعة من المهارات انت هتستبدلها يعني غيرك هيعملها طيب ليه هنا انا اسمت الصفحة مرتين لان انا بصراحة عندي نوعين من البيزنس عندي بيزنس في السوق العربي هنرمزله بالرمز عين وعندي بيزنس في السوق الاجنبي هنرمزله بالرمز اي هتكلم هنا عن النوع الرئيسي من البيزنس في السوق العربي البزنس الرئيسي اللي هو كل ما يتمحور حول رامي عزة دوت كوم اللي هي المدونة بالكورسات بقناة اليوتيوب بصفحتي على الفيسبوك بأي تواجد لي في السوق العربي المهارة الرئيسية اللي موجودة عندي اللي ماينفعش حد اخر من التيم عندي يقوم بها هي مهارة الفيديو اللي هو الفيديو زي فيديو ان انا بسجله دلوقتي هلينفع انا اكتب المحتوى ده لحد في التيم بتايع وهايته لسجله لأ الناس دخل على قناة رامي عزة عاوزة تشوف رامي عزة وهو بيشرح وهو متابعني انا متأثر بي انا فبالتالي دي مهارة موجودة عندي مقدرش ان انا اخلي حد تاني يستبدلها طيب مدونة رامي عزة جواها فيه ارتكل تمام مهارات هختصرها بار مهارات عفوا مقالات المقالات دي لأ عادي جدا ممكن حد تاني يكتبها اه عمره ما هيكتبها 100% يعني بنفس اسلوبي انا اللي هي مهارة الغوست رايتنج هو يكتب يعني باسمي بس اكيد ممكن الاقي حد يكتب مثلا ب80% المقال ينال رضاية تمام احس ان اي نفع انشر المقال ده 100% تمام في المدونة عادي جدا يبقى انا هنا ممكن الاقي حد تاني حتى لو مش هيرضيني بنسبة 100% بس على الاقل لما يعمل حاجة زي كده هيوفر لي انا وقت كبير اقدر استخدمه في مهارتي الرئيسية وبالتالي بدل ما انتج فيديو واحد في الاسبوع مثلا مثلا يعني لا اقدر انتج فيديوهين او 3 في الاسبوع ان في مهارات اخرى بدأت اديها الحد تاني مثلا على الفيسبوك او على السوشال ميديا بننشر حاجة مثلا اسمها بوستس مقالات صح المقالات دي عفوا بوستس اللي هي البوست بتاع الفيسبوك لا يرقى ان انا اقول عليه مقال يعني بس ايوه في حد عندي في التيم هو اللي بينشره تمام بديله انا الاساسيات وهم بيبدأوا ينشروا المقالات هكتبنا حرف تي مثلا يعني التيم على سبيل المثال الفانل مش الفيديوهات اللي انا بسجلها دي هعمل منها كورس الكورس هبدأ ابيعه عن طريق فانل ممكن لوحده عادي صفحة بيع للكورس وخلاص وممكن اضعه داخل فانل بكتب الموز بما علش فالفانل ده برضو ممكن حد من التيم عندي اللي يبني حتى وان كان ان شاء الله بنسبة رضا 70% حتى لو انا شاف الفانل وولت والله انا ارضى عن هذا الفانل بنسبة 70% مش مشكلة بس ده فعلا هيوفر لي انا وقت كبير بدل ما اقعد انا ابني في الفانل 3 اربع ايام و طبعا على حسب الفانل الجماعة بيختلف هل هو فانل صفحتين كده ولا فانل اربع خمس صفحات هل بكتب كتير في الصفحات طب الفانل ده دخلو في ديزاين صح في مجموعة من الديزاينز اللي هي التصميمات انا عمري ما بصمم دي وظيفة انا بقومش بيها نهائيا وانا مش شاطر فيها وبالتالي بخلي حد من التيم عندي هو اللي يقوم بيها يبقى مجموعة المهارات دي خد بالك انت في بداية العمل عشان ما تعقدش نفسك او تاخد طاقة سلبية وتقولي انها ربيض هو انا عشان اشتغل اونلاين لازم يكون عندي كل مجموعة المهارات دي لا مش لازم يكون عندك كل مجموعة المهارات دي او مش لازم عفوا يكون عندك كل مجموعة الافراد دي لا ممكن في الاول تكون انت اللي بتعمل كل حاجة عادي جدا فيديو لازم يكون عندك او يعني على حسب بقى المهارات حسب البيزنس بتاعك انتن هنا باتكلم عن البيزنس بتاعي انا فعندنا مثلا الحاجات دي في مثلا اليديتينج اللي هي مهارة المونتاج المونتاج دا لا مش انا اللي بقوم بالمونتاج انا بسجل الفيديو زي اللي انا بسجله لحضراتكو دا وبعته للتي ممكن انا في وسط الفيديو اعطش او حط ايدي جنبي كده اشرب ازازة مية وحطه وما بيرحوا اعطعين حاجة زي كده او في المونتاج ممكن اخطاط في معلومة اقولهم يا جماعة مع العيد الاخر 20 ثانية دول تاني لو انا مثلا اطلق برطة وانا بنطق اسم او اي حاجة يشلوها هما في المونتاج ويزبطوها يبقى مهارة اليديتينج برضو اللي هي التعديل والمنتاج على الفيديو بيقوم بيها التيم عندي اذا في عندي مهارة الادز مهارة الاعلانات بصراحة حاليا انا برضو اللي بقوم بيها يعني موضوع الاعلانات انا برضو اللي بقوم بيه لان انا اللي فهم جمهوري اكتر وبعرف استهدفه بشكل صح اكبر لكن ياريت مع الوقت ان انا لاقي حد يقدر ان انا قدي المهارة دي برضو للتيم بديهم على فكرة دافي مثلا في الكاش اون ديليفري في مصر يبيعوا اه الكاش اون ديليفري بيع بنظام الدفع عند الاستلام ايوه يعني بخلي التيم بتاعي هم حد اللي يقوم بالادز عادي جدا انا بس بحدد له الميزانية ان انت هتصرف مثلا خمسين دولار في اليوم طالما بتعمل تستنج لو المنتج مربح تقدر توصل لي متين اه دولار في اليوم تمام ده اللي انا اقدر اقول هولو يعني اه لكن اخليه هو يقوم بيها لكن انا بتكلم على البيزنس بتاعي انا اللي هو رمي عزت لا انا بصراحة اللي بقوم بالادز لان انا اللي عارف يعني انا اللي محلل بيانات الجمهور بتاعي وعارف نسبة كورساتي كم في المية من المبيعات بتأتي في مصر كم في المية في الجزائر كم في المية في المغرب ايه اكبر الاوديانس الكلمات اللي انا بستهدفها للجمهور بتاعي فانا فاهم الحاجات دي بشكل اكبر فانا اللي بقوم بيه يعني المهارتين دول سواء الادز او الفيديو انا اللي بقوم بيه الاتنين دول اتمنى مع الوقت ان انا قدي الادز بالكامل اللي واحد عندي من التيم يتبقى عندي مهارة واحدة بس او حاجة واحدة بس هي اللي انا بقومها لكن انا عارف في كل الحاجات الباقية لكن يفضل دايما ان انا يعني طالما عندي تيم اديهم من الحاجات دي على قد مقدر دايما لما باجي حد في التيم عندي يكون بيساعدني في التخطيط اقول له لو سمحت اديني انا اقل ركز في الجملة دي اديني انا او في الكلمة دي عفوا اديني انا اقل مهارات ممكنة لما تديني انا اقل عفوا يعني اقل حاجة ممكنة ليه عشان اقدر اوفر وقت للمهارة الاصلية بتاعتي لان ممكن في السنة اكون بنت الكورس واحد لكن لما تكون الحاجات دي انا ميديها لأفراد اخرى في السنة هيبقى عندي امكانية انت الكورسين او تلاتة اظن الفكرة هنا وصلتكم وصلت لكم في السوق الاجنبي المهارة اللي عندي الرئيسية اللي هي profitable products ان انا اختار منتجات مربحة لان شغلنا كله بيكون e-commerce تمام بيكون تجارة الكترونية بنظام dropshipping غالبا بتكون داخل الولايات المتحدة الامريكية واحيانا بعض الدول الاوروبية فالمهارة الرئيسية بتاعتي انا بتبقى الprofit اه التين بيساعدني وكل حاجة بس ما حدش بيجيب الحتة دي زي لان انا قضيت فيها سنين تمام فانا حتة الprofitable products او المنتجات المربحة تي تعتبر بتاعتي انا لكن لما بنيجي نعمل funnel مكون من e-commerce لأ هما اللي بيعملوا حاليا الفانيل بالكامل على اداة click funnel او على اي طول اه وانا ببدأ بس اعدل عليهم بقول لهم لا اعدلوا دي الكزا عدلوا اه دي كزا لكن انا بكون مختار المنتج اللي هنكون نحطينه في اول صفحة وانا بكون مختار المنتج بتاع الابسل منتج ال او ابسل اكبر انا اللي بكون مختار الحاجات دي في الفانيل ببعط لهم المنتجات وهم على اساسها بيبنوا الفانيل الفانيل طبعا جواب يكون فيه برضو ديزاين تصميمات هما اللي بيعملوها ما بناخدش احنا بقى بنشتغلش الشغل المبتدئين نو راح نجيب الصورة من علي اكسبريس ونحط في الفانيل لأ احنا بنجيب الصورة بشكل احترافي ونحاول ندور على جوجل وعلى اليوتيوب ونجاب لها اكبر قدر ممكن من الصور والفيديوهات للمنتج بتاعنا ونعمل فيديو مجمع خاص بنا احنا ونحط عليه لوجو الموقع بتاعنا ونحط اللوجو بتاع الموقع بتاعنا برضو على الصور ونبدأ ان احنا الكلام ده كله قبل ما نعمل اعلانات فبرضو موضوع الديزاينز او التصميمات ده بيكون ايم بي التيم يعني عندي انا تمام وموضوع برضو الشبنج وشحن الاردرات ومتابعة الاردرات ومتابعة المرتجعات كل ما يخص يعني اي حاجة يعني خارج الموضوع بتكون خاصة بالتيم بتاعتي وبالتالي انا في السوق الاجنبي شوه لكله بينحصر على حتة البروتر في البروترات وبرضو معها حتة الادز الاعلانات يبقى انا عشان كده بقدر اوازن ما بين اكبر من حاجة بدون تيم مستحيل اقدر اعمل كل ده وقل انت بالمنطق يعني ما ما تقولش اشتغل عشرية ما ما فيش ما قدرش كل العدد ده ما قدرش ان انا عامله واللي هتلاقي في السنة بكتب مقال اللي انا معتمد على نفسي هتلاقي في السنة بعمل فيديو هين بكتب مقال بحط بوست على الفيسبوك كل شهر ما بابني هو فاني الواحد الديزاين بيقرفني اصلا اقعدت صميم شوية رحق في الفوتشوب فالمونتاج يدوب هو لو كورس ايو هعمل له منتاج ما هو لو كورس ثلاثين فيديو ولا خمسة وتلاثين فيديو يدوب ان انا عمل لهم المونتاج بتاعه المهم ان ده ايه اللهم صال على سيدنا محمد ده يعني موضوع شغلي انا هنا هتلاقييني في السوق العربي انا مهارتي الرئيسية الحاجة اللي ماينفعش حد تاني يعملها موضوع الادز اللي هو الفيديوز والادز في السوق الاجنبي برضو موضوع انه انا ادور على بروفيتاب الپروتوكس سأعمل الادز عشان كده في السوق الاجنبي بابعة تلاثين بتاعي اقول لهم والله هنعمل فيه هنعمل مسلا فانيل هانستهدف الناس اللي هي مربين الدوكس في الصفحة الاولة هتحطو المنتج الفلاني سعر وكذا انا برضو اللي بحدد سعر الباع والصفحة التانية هو اساسية الفانيل يعني الصفحة التانية هتحطوا المنتج الفلاني خدوا الرابط بتاعه اهو خدوا كذا خدوا الصفحة التالتة الابسل هتحطوا منتج كذا هتعمل كذا. اه ببدأ ان انا اشرح هذا الامر اه يعني بالتفصيل لهم وهم بعد كده اللي بينفزوا الفانيل والديزاين وكل حاجة داخل الفانيل هما اللي بيعملوها والرابط بيعدلوه والحاجات دي كلها مش سيو يعني ان كده كده بعتمد على الاعلانات بس السيو هنا الغواص دي يعني الرابط من فوق بيزبطوا اسمه بما يتماشى مع اسم المنتج الايميل بما انها باللغة الانجليزية احيانا بعمل لها اوتسورس عشان نبقى صريح مع كل ايميل لو احنا هنبدأ نبعت ايميلات اكيد طبعا في ايميل ماركتنج فببدأ اعمل للايميل ماركتنج هو احيانا ببعت لي لكن لو سابلاير على عليك سابل اسم ما بيعندوش ايميلات غلابهم ما عندهمش يعني ايميلات لكن في بعض السابلاير المحترمين في بعض الاماكن بس غالبا ده بيقى لمنتجات الديجيتال بصراحة لو حاجة من كليك بانك او كده بيبقى عندهم طبعا نمازج للاميلات لكن لازم برضو بناخدها نعدل عليها لان الجيميل لو ارى ان هي دي نفس الاميلات اللي في غير عملة يبعتها ممكن يبدأ يوديها لالسبام ويأثر على بتاعتي او السمعة بتاعتي في التسويق عبر في المنصة يعني في نسبة التسليم بتاعتك في نهاية هذا الفيديو حابب اعرض على حضراتكم عرض جميل جدا وهو كورس خمستاشر الف دولار ليزي ماني احدث الكورسات اللي قمنا بتسجيلها الكورس ده عبارة عن تحدي كامل بنبني في فانل بالكامل الفانل ده بيكون في عرض في اول صفحة في ابسل اوتي اوان في اوتي او تو في صفحة شكر بنبني مع بعض من اول الفكرة اللي هو لسه مش عارف هبيع ايه بابدأ افكر معاك كل يوم بنبدأ نعمل فيديو وانطبق حاجة داخل الفانل لحد ما نعمل الفانل ونبدأ نعمل اعلانات ونجرب تعالى نعمل اعلان في دولة الجزائر تعالى نستهدف الكلمات دي اه في مصر تعالى نجرب اعلان رسائل هو لازم نعمل طبعا التراكنج ونحط الفيسبوك بيكسل في صفحاتنا وازاي نوزعها بدقة بحيث نقدر نتتبع الامور دي كلها طب انت لو واحد ما عندكش منتج ازاي تستخدم الكورس ده للتسويق بالعمولة برضو شرحته في جروب فيسبوك للدعم الفني لمشتركين الكورس كمان في عرض موجود لفترة محدودة لذلك اتاكد وانت بتشتري ان العرض ده لسه موجود اللي هو كورس لانه بعد فترة هيبدأ ان هو بتاخده مجانا مع هذا العرض العرض ده كله تمنوا ايوة تمن وتسعة دولار فقط لفترة محدودة اتمنى ان شاء الله اراكم داخل هذا التحدي الرائع ونعيش مع بعض يعني فترة جميلة داخل هذا التحدي في نهاية هذا الفيديو اشكركم شكرا جزيلا اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته